ترجمة نانسي قنقر الخليفة رئيس مجلسي أمنا مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومركز دراسات في حفل التتشين أن الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في أعمال قمة المناخ رسمت إطارا رائدا وجامعا لجهود مملكة البحرين في تحقيق الأمن البيئي في ظل مجتمع متماسك ينعم بقيم الويام والازدهار مبينا أن هذه المبادرة المشتركة بين المركزين تهدف إلى تعزيز مبادئ الاستدامة في دور العبادة المختلفة لتطبيق أفضل الأساليب الحديثة في التوازن البيئي ونوه دكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة بالمتابعة الحثيثة لسمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام الفين وستين مثمنا الدور الإيجابي الذي يطلع به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم في مجال المحافظة على البيئة وفق المعايير الدولية وأشر الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة إلى أهمية طرح مبادرات مبتكرة ومؤثرة تعكس وقع مملكة البحرين كموطن للسلام والتعايش واستثمار هذا النموذج الفريد في التصدي للتحديات البيئية وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة أن التعاون بين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومركز دراسات يجسد الالتزام بتعزيز الممارسات المستدامة في المجتمع وشهد الحفلة توقيع على مذكرة تعاون بين المركزين للعمل معا على تشجيع المؤسسات الدينية في مملكة البحرين على الانخراط في التطبيقات الصديقة للبيئة هذه الفكرة فكرة التحول من الطاقة التي تحتمد على الطاقة الحيوية الطاقة النابعة من الأرض إلى الطاقة التي تحتمد على الطاقة النظيفة هذه فكرة مهمة جدا وإذا بدأت من دور العبادة ستنتقل إلى الناس طبعا تجهين دور العبادة الخضراء وهو تحول كبير في عملية بناء دور العبادة باختلافها سواء مساجد كنايس دور عبادة وهذا شيء جميل نحن نشهد أن في البحرين هناك من يراعي هذا الجانب الإنساني خاصة أن البحرين تشهد ظاهرة كبيرة في تعزيز حرية العبادة والمعتقد فهذا النداء الرائع من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي حقيقة نداء رائع جدا 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 بيعيد البشر كلهم إلى الخلق الأول ترجمة نانسي قنقر